موسيقى وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي يقدم بيان صحفي يعلن فيه رفع القرار الذي اتقذ الرئيس الأمريكي في سبتمبر الماضي الذي يمنع في جدينا من دخول الأراضي الأمريكية موسيقى وزير إدارة الأراضي والحكم المحل والأمن العام يمثل رئيس الوزراء في الحفل الختامي لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية الذي اعتمد فيه المشاركون ميزانة البرلمان لهذا العام موسيقى وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن برفقة فني الوزارة يقومون بزيارة ميدانية لمشاريع تجمع مياه الخريف الذي يتقوه تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم العبد الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التي قدم اليوم وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي شريف محمد زين بيان صحفيا تحدث فيه عن رفع القرار الذي اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر الماضي والذي يمنع في تشادينا من دخول الأراضي الأمريكية نتابع بيان الوزير بوزير الخارجية شريف محمد زين في ميكروفون الزميل محمد حروم جاد صحيح خطو في لسة دول الناس ما يقدر يمشو في ولايات المتحدة وفي سبتمبر الماضي أمس الشيء القرار وشادي مرغو من اللسة الأسود ده شيء يظيم ونحن نفرح بهذا القرار لكن لازم نذكره حتى في الماضي وشادي قطو في اللسة دوله يعني ما في شيء ملموس يعني بفصل ما على شعل هذا القرار لكن القرار في هذا العمر هم شعلوا بخص الدولة نعم وما نقدر أننا نكلم فوقا وفي مقابلة مع الرئيس الدولة كله فخامة الرئيس قال له قرار هناك قرار ما سيح وهم كله قالوا أننا شن القرار دماء لشان تشاديد قالوا تشادي قاعد في بيا ما في فوقا أمن وإندينا أشياء كنا دورو نعرفو في دوكما هنالسفر مشي الباسبور دول بيزة دان تيدو لعنا تشادي دا وما لقينا معلمات كلام دا بس لنا عنينة بنسبتنا دا هذا ما مفاجأ في خدمة أول صغوه بين السيرفيس هنالأمن هنانا وهنام وقدمه سوا والأمين الدول هنالأوليات المتحدة أنتا دمان لفقامة الرئيس وقت المقابلة في يوم 12 شهر ثلاثة وقال له إن شاء الله يا ممكن شادي يمرغو من الليس وحسا كمان زي ما قالوا مرغو والمزير دا يكون مفعول من يوم الجمعة كل شادي برا من دولته هو سفير حتى هو لو ما سفير الناس بشوفو شادي دا شادي بس شادي يعني وبعدين كل شي ما سوده كان أديل بشوفو صورة هنا شاد كان سوى شوق العوان بشوفوا صورة هنا شاد علشان كذا كل شادي خارج من الشاد يكون واعي ويعمل جهده عشان يوصف شي الأديل نبقى دائما بوزارة الخارجية حيث التقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريق وتعاون الدول الشريف محمد زين بالممثل الجديد لصندوق دعم الأنشطة السكانية الدكتورة كامبي أكوافي من جمهورية البنين تقرير محمد غرون وقراءة خليل محمد حسن الدك كامبي دومينكو قدمت أوراق اعتمادها كممثلة لصندوق الأمم المتحدة لسكان في كات إلى وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي شريف محمد زين وذلك بعد أن شغلت هذا المنصب في العديد من الدول الأفريقية كالكاميرون وسينينغال وكينيا وبركينفاسو وقد تم نقلها إلى شات في الأول من أبريل الجاري وأثناء خروجها تطرقت الدك كامبي إلى عدد من النقاط الهامة التي تخص استقلالية المرأة وحماية الطفولة ومحاربة العنف الممارس ضد المرأة والطفل والحد من وفيات الأمهات أثناء الولادة وتنظيم الأسرة والمطالبة بحقوق المرأة والطفل داخل المجتمع إضافة إلى الإحصاء السكاني والبقاية من الأمراض التناسلية الدك كامبي من دولة البنين حاصلة على شهادة المتريس في الإدارة وأخرى في الأمراض الوبائية متزوجة وأم لطفلين وافق أمس مجلس الوزراء غير العادي الذي ترأسه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وافق على مشروع دستور الجمهورية الرابعة الذي اعتبر من الخطوات الهامة في عمال الملتقى الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة وفي هذا السياق فقد عد الزميل محمد حسن عبد الرسول الورقة التالية كما هو متوقعا بعد أيام من انتهاء عمل الملتقى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة فقد وافقت الحكومة الشادية في مجلسها الوزاري على قرارات وتوصيات الملتقى الوطني الذي يحدد انطلاقة المسيرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الشادي في ظل دستور جديد يتماشى وينساجم مع مقتضايا الجمهورية الرابعة التي تتفق نوعما مع تعهدات رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو للشعب الشادي خلال حملاته الانتخابية لاما 2016 ببناء الشاد الحديثة التي تمتاز بمكتسبات ومؤسسات الدولة القوية مع مراعاة عداتنا وتقاليدنا وواقع الشادي المتجزر في تاريخنا وسيادة الوحدة الوطنية وتعمق القانون والديمقراطية والحرية وبناء مؤسسات تستجيب لرغبات وتطلعات الشعب الشادي هذا القانون الأساسي الجديد يعبر عن قيمة الديمقراطية العالمية والتاريخ السياسي الدستوري لشاد ويحمي عدد مكتسبات وإنشاء موافق اجتماعية وهو نص حديث يعبر عن واقعنا المعاصر ويدعم إدارة المؤسسات ويحترم تعهداتنا الدولية وهو محدد ووادح المشروع يزل مفتوحا متزنا وجامعا وهو يعبر النظر الجميع الشديين مشروع القانون يضم 17 عنوان و10 فقرات و228 مادة وبه ابتكارات قوية في الديباجة ومع التأكد والارتباط والتطوير الحكم الرشيد وتطوير التسامح للعيش معا والدعم الوحدة والتجانس الوطني والأخذ بالتطور الضائم وإن هذه الخطوة الجريئة التي اتخذت الحكومة الشادية تترجم مدى تقدم الديمقراطية وإرادة الشعب الشادي الذي قرر بإرادته القوية بضرد ميلاد الجمهورية الرابعة ومن المتوقع أن يرفع الدستور الشادي المعدل إلى ممسل شعب التصديق عليه وإعلان ميلاد الجمهورية الرابعة أنهت مساء أمس الدورة غير العادية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية والتي خصصت لمناقشة ومصادقة ميزانية البرلمان للعام الحالي 2018 والتي بلقت أكثر من 79 مليار من الفرنكات الأفريقية أنهت هذه الدورة عملها مساء أمس بقصر الديمقراطية بحضور ممثل رئيس الوزراء وزير الأمن العام أحمد محمد بشر والنائب الرابع لرئيس الجمعية الوطنية أحمد النظيف خاطر محمود حسن سمو أكثر من 79 مليار فرنكسي فهي ميزانية دول المشموعة الاقتصادية والنقدية السماك لعام 2018 التي اعتمدها برلمان دول هذه المشموعة خلال الدورة غير العادية التي عقدها في عنجمينها وهي ميزانية تضمن التوازن في الإرادات والنفقات في آن واحد ذلك مقابل أكثر من 114 مليار فرنكسي فهي من ميزانية عام 2017 معيان ذلك أن ميزانية عام 2018 خضي انخفضت إلى نسبة 30.4% هذا الانخفاض بحسب نائب رئيس لجنة السياسات الاقتصادية والمالية والجمهورية لدول السماك فاطم حرم عاصل مرتبط بالسياق الأمني وكذا السياق الاجتماعي السياسي حيث نلاهظ استوار التهديث على السلام والأمن في هذا الإقليم سيما في الكاميرون والشات وجمهورية إفريقيا الوسطى ومحاولة زعزة غينا للسوائية أيضا أزمة تدني سير النفط في الأسواق العالمية هذا من أجل التغلب لهذه المشكلات المختلفة التي طرعت على ميزانية عام 2018 فإن المشاركين في عام هذه الدورة خدخرجوا بعدة توصيات أهمة منها ضرورة تدعم المؤسسات والمؤسسات المتخصصة وكذا الوكالات التنفيذية سيما محكمتين العدل والحسابات لدول السماك نائبة رئيس اللجنة تعبر عن ارتياهية حول هذا الاعتماد لازم نقول فوقا كويس ما نمرق فوقا ما ندفيه مننا يبقى عديل يمشي فوقا شان إن شاء الله في أكتوبر 2019 نجو نوصف البجية 2019 لكن نقولك شنو الرياليزاسيون شنو اللي هقنا ووصلنا في البجية للإشارة أن عمال هذه الدورة غير العادية لبرلمان دول المشموعة الاقتصادية والنقضية السماك جرت في الفترة من الثالث إلى العاشر من أبريل في قصر الديمقراطية مقر الجميع الوطنية التهادية في خطاب الختامي أشهد رئيس برلمان السماك محمد علي كوسو بعمل هذه الدورة التي وصفها بالناجها نتابع جزء من هذا الخطاب بترجمة الزميل محمود حسن سمو في الواقع إن الدورة غير العادية لن تسمح لنا فقط بإنهاء عمالنا في أجوان جد ملائمة وآمنة إنما أثرت سعبئة غير متوقعة على المستوى الصحفي ومستوى الجمعية الوطنية وكذا على مستوى الحكومة كذلك على مستوى سلطات العليا لجمهورية جاد لقد تمكننا في وقت قصير جدا وبفضل العزيمة والنظرة الثاقبة لعضاء لجنة السياسات الاقتصادية والمالية والشمركية من فحص تواقعات الميزانية أيضا تشخيص الخلل في مختلف المؤسسات والمؤسسات المتخصصة والوكالات التنفيذية للمشموعة الاقتصادية والنقضية للسماد إن برمان المشموعة لم يستثني التوصيات التي أعدت بهدف إصلاح كافة المشكلات التي أثرت خلال أعمال الدورة اختنمنا الفرصة خلال إقامتنا لتعميق تبادلاتنا وعلاقاتنا وكذا اكتشاف كرم الضيافة الوسطورية للشعب الشادي نحن نتفق جميعا أن تكامل الشعوب المشموعة الاقتصادية والنقضية السماك ممكن وأن هذا الاتفاق مشترك نحن مطمئنين من مواصلة المهمة بجانب المؤسسات الأخرى لمشموعة السماك لنجاح مجتمعنا على هامش أعمال القمة والدورة غير العادية لبرلمان السماك قام المشاركون فيها أصر أمس بزيارة لمقر اللجنة الاقتصادية للثروة الحيوانية واللحوم والموارد المائية بغية الوقوف على سير العمل في تلك اللجنة تقرير حمود حسن سمبر مرة أخرى بعيد إخثام أعمال الدورة غير العادية لبرلمان دول المشموعة الاقتصادية والنقضية السماك فإن وفدا برلمانيا من برلمان هذه المشموعة سيما وفد لجنة الاقتصاد والمال والجمارك قد قام بزيارة ميدانية لمقر اللجنة الاقتصادية لثروة الحيوانية واللحوم والموارد المائية بهدف الوقوف على المهام التي تقوم بها هذه اللجنة في فضايا هذا الاقليم الذي يضم القامو والكاميرون الكونغو برازافيل وجمهورية إفريقيا الوسطى وغين الاسوائي هوا شاد ذلك ما عبر عنه رئيس هذا الوفد البرلماني أجيان أنجي ميشيل والذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة الاقتصاد في هذا البرلمان الاقليمي كما عبر أيضا عن رضائه التام بمختلف العمال التي تعمل بها هذه اللجنة الأمين التنفيذي لهذه اللجنة بيدرو بيام قد أوضح للوفد البرلماني الزائر المهم التي تقوم بها اللجنة موضها بأنها تتمثل في مساهمة دعم التنمية المستدامة وملاءمة وتوازن قطاعات الثروة الحيوانية وكذا الصناعات الحيوانية والصيد علما بأن إنشاء هذه اللجنة يعود إلى عام 1987 غير أنها قد انطلقت في العمل رسميا في عام 1991 بدأت اليوم بفندق هيلتون فعاليات اجتماع وزراء التجارة والمالية لدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول افريقيا المركزية المناسبة الافتتاحية ترأس وزير التجارة والمناجم والتنمية الصناعية والتطوير القطاع الخاص يوسف أبو صلاح بحضور الأمين العام للجنة الاقتصادية أحمد علامي تقرير عز الدين الأمين نصر تهدف اللجنة الاقتصادية لدول افريقيا المركزية إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقليمي على نحو فعال فيما بين الدول الأعضاء بما في ذلك اعتماد نهج لمعالجة التحديات الجارية في مجالات التجارة والمالية إلى جانب تحديات أخرى أرهقت كاهل المجموعة وتعمل اللجنة الاقتصادية في المساهمة بشكل كبير على دعم الدول الأعضاء في اعتماد سياسات ومبادرات إقليمية لتعزيز التجارة فيما بين الدول الأفريقية والاستفادة من التطورات الأخرى مثل اتفاقات الشراكة الاقتصادية وتشارك اللجنة بشكل مكثف أيضا في تطورات كبرى استجدت في مجال التجارة في إفريقيا وبحسب الأمين العام للجنة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية أحمد علامي فإن عمل اللجنة بدأ ينتابه القصور مقارنة بالتكتلات واللجان الاقتصادية الأخرى على مستوى القرى بفعل تقاعس الدول الأعضاء في دفع الاشتراكات لأن الآن الدول ما يدفع استراكاتهم كلها اليوم سنة خاصة في سنة 17 11% في 14 مليار سيفا وجدنا إلا 11% وزير التجارة والمناجم والتنمية الصناعية وتطوير القطاع الخاص يوسف أبا صلاح خلال كلمته الافتتاحية عرض بأن هذا اللقاء جاء في وقت يعاني فيه لقليم تحديات جمة أبرزها الأمن والاستقرار وإنشاء فضاء اقتصادي عالمي إلى جانب مشاكل في البنى التحتية وتأمين فضاءات لتجارة الحرة وقد خرج الاجتماع ببيان ختامي قرأه وزير التجارة الكنغولي وتضمن البيان دعوة الدول الأعضاء تزديد شراكاتها للنأي بعمل اللجنة ومن المقرر أن تشهد اللجنة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية إصلاحات شاملة نهاية العام الجاري تفقت اليوم وزير الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن سنجابي برنباس مشروع تجمع ميح الخريف الذي تقوم بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية وقد رافق الوزير في هذه الزيارة فني الوزارة الحسين النور يوسف لا يخفى على أحد بأن بعض الطرق في أحياء العاصمة عن جمانة تواجه أعرات في فصل الخريف مما يصعب المرور بها وذلك نتيجة لعدم وجود المجاري الكافية لتلك المياه العزبة وعليه شرعت وزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن ببناء حوضين لتجميع المياه من الدفة الشمالية والجنوبية لكل من حي دار السلام وأمتكن وأنجاري مرورا بحارة أنجابو ولبداية تنفيذ هذا المشروع جاءت الزيارة الميدانية لوزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن ستناب برنباس إلى موقع المشروع وخلالها تلقى الوزير الشروحات الكافية من قبل الفنيين عن جاهزيتهم لتنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد وبعدها أكد الوزير برنباس أن هذه الخطوة ستساعد في إصلاح الطرق ببعد أحياء العاصمة انجمينة سيما في موسم الخريفة فبلا شك إن بحزه الجهور المقدرة التي تقوم بها جهة المعانية في إصلاح الطرق والممرات العامة ففي القريب العاجل ستحل مسألة عورة الطرق في فصل القريف ببعد أحياء العاصمة انجمينة التقى اليوم وزير الثقافة الشباب والرياضة والتنمية السياحية جبير يونس التقى بسفير جنوب أفريقيا لدى البلاد الذي قدم دعوة للوزير للمشاركة في عمال مؤتمر الفنون والثقافة بجنوب أفريقيا كما التقى الوزير بوفد منظمة اليونسكو خليل حسن صالح هي زيارة لطرح الأفكار وتبادل الأراء قام بها سفير دولة جنوب أفريقيا لدى البلاد تيتيس ماتلا كينغ إلى وزير ثقافة الشباب والرياضة والتنمية السياحية جبير يونس والتي تحدث فيها عن سبل تعزيز العلاقة بين البلدين خاصة في مجال الثقافة والسياحة التي أشار وزيرها إلى أن البلاد ستستفيد من خبرات دولة جنوب أفريقيا ووصفها بأنها دولة سياحية بامتياز معبرا انفرحته بالدعوة التي قدمها لهم السفير للمشاركة في مؤتمر الفنون والثقافة الذي سيعقد بمدينة الدربان بجنوب أفريقيا وعقب خروجه من اللقاء أعرب سفير تيتيس ماتلا كينغ عن سروره بالعمل مع دولة شات مثنيا على العلاقة الحميمة بين بلاده وشات مؤكدا بأنهم سيعملون على مساعدة البلاد للمضي قدما في المجال السياحي وسيسعون لجلب السياح الأفريقة لإلقاء نظرة لما تتمتع به شات من مناظر خلابة ومواقع طبيعية آثرة لقاء آخر وهم آخر يحمله وفد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم وثقافة اليونسكو حيث استقبلهم الوزير جبير يونس وتحدث معهم عن كيفية المحافظة على بحيرة شات المحددة بالتلاشي يعني كيف يحافظوا لأن اليوم هذا المياه يكمل والناس الآلاف والناس الغادين يتعبوا يتعبوا ينسكو قال ما خمس دولة يخدموا المخصصين في الكتات يقولوا خلي بمساعدة هنا كوميتي انترنشنال كيف نحافظوا للكتات منظمة اليونسكو تؤكد استعدادها ووقوفها مع الدول حوض بحيرة شات لإعادة البحيرة إلى عهدها الأول والحفاظ على مواردها التي اعتاد القاطنون حولها استخراجها والاستفادة منها بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية لصالح الصحفيين الذين شاركوا في جائزة التمييز الصحفي حول رفع كفاءتهم للمساهمة في التنمية المستدامة المناسبة رأس رئيس المجلس العالم لإعلام ديادون جونبا تحقيقا لمساعي أحداث الحكومة الرامية نحو التنمية المستدامة جاء افتتاح أعمال الدورة التدريبية لصالح الصحفيين الذين شاركوا في جائزة التمييز الصحفي دورة عام 2017 عام 2018 وذلك بتنظيم من المجلس العالي للعلام بتنصيق مع المجموعة العلامية لمنظومة العموم المتهدة وبحذ الصدد تحدث ممثل المجموعة العلامية لمنظومة العموم المتهدة بأحمية دور وسائل العلام المختلفة في تحقيق ودعم وتطلبات التنمية المستدامة باعتبار أن العلام وسيلة فاعلة لنقل المعلومات المساعدة في التنمية المستدامة في كلمته الافتتاحي لهذه الدورة رئيس المجلس العالى للعلام جيدوني جنباي أشهد بالجهود المبزولة من قبل المجموعة العلامية لمنظومة الأمم المتهدة للمساهمة في رفع كفاءة الصحفيين المشاركين في الدورة وأكد أن مسؤولية العلام تجاح عملية التنمية المستدامة يتطلب شاركة الصحفيين في جائزة التمييز الصحفي بغية تحقيق الأحداث الرامية إلى التنمية وأن الإعلام أصبح لعان في حس الشعوب على التعاون المسمر لتحقيق التنمية المستدامة متمني للمشاركين في الدورة الاستفادة من المعلومات والقبرات التي يتلقوها خلال هذه الفترة التقى وفد من الحركة الوطنية للإنقاذ يترأس السيد حسين محمد أبد الله التقى بمناضي الحزب بقرية مرمي التابعة لمركز إداري لينيا وذلك بهدف حدثهم بواجباتهم تجاه الحزب بجانب معرفة حقوقهم في سبيل إنجاح المنتدى الوطني الشامل والذي نادى به رئيس الجمهورية بضرورة تكتيف الجهود لإصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق الرؤية المستقبلية لبلاد تومائي حيث بدأ عجلت هذا الإصلاح من الحزب الحركة الوطنية للإنقاذ عبر بعثات مختلفة في شتى أربوع البلاد من أجل توعية المجتمع الريفير المشاركة في المبادرات الوطنية هذه البعثة التي توجهت إلى قرية مرمي بمحافظة لينيا حاضرة إقليم شاريبا جرمي التي تبعد على ثلاثون كيلومتر من العاصمة ينجمنا حيث اجتمع سكان المنطقة رجالا ونساء تحت ظل هذه الشجرة من أجل جذب أطراف الحديث في مختلف قضايا التي تخصهم وشرح الصعوبات والمشاكل التي يعانونها لإيجاد حلول بديلة ومريحة لهم وقشهد اللقاء كلمات عدة من قبل رجال البعثة والتي استهلت بكلمة رئيس تجار قليم شاريبا جرمي والذي أكد بأن هذا الاجتمال هو أهمية بالغة للمواطنين من جانبها خديجة محمد مؤمن المكلفة بشؤون النساء بضرورة المشاركة لأسيما النساء بمثل هذه اللقاءات التوعوية بدوره رئيس البعثة حسين محمد عبد الله محدثا عن أهمية هذا اللقاء سكان المنطقة من جانبهم يدلون بدلوهم لظهار ما يعانونه ولسان حالهم يقول ومن المتوقع أن هذه البعثات التي انطلقت من الحزب الحركة الوطنية للإنقاذ من أجل تحقيق وفلاح المنتدى الوطني الشامل وستخرج بمخرجات مبشرة تساهم في عجلة التنمية والتطور أعلن أمسى الرئيس الوطني لحزب النصر الدكتور محمد النظيف يوسف أعلن الإطلاق الرسمية لحملة كلنا مع الجمهورية الرابعة الحملة بدأت بحيبوط البقرة بالدائرة السابعة وسط حجد كبير من مناظر الحزب وسكان الدائرة محمد حسن أدم من الدائرة السابعة لمدينة أنجمينة وتحديدا من حيبوط البقرة أطلق الرئيس الوطني لحزب النصر الدكتور محمد النظيف يوسف حملة كلنا مع الجمهورية الرابعة وذلك تحت شعار حزب النصر مع الجمهورية الرابعة أي سجرة المناسبة وسط حجد كبير من مناظر الحزب وسكان الدائرة هذه الحملة تهدف إلى شرح أهمية الجمهورية الرابعة في تعزيز الديمقراطية وبناء دولة القانون كما شهدت المناسبة عدت مداخلات منها كلمة الرئيس الوطني للحزب والذي تطرق إلى مخرجات الملتقى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة أننا الآن من ستمنا نحاول نعلن رسميا كإنطلاق عن كثير من الريفبليك من ستمنا جمهورية الرابعة في نظام جديد يسمونه نظام رئاسي زمان المسئوليات مشتتة حسنا المسئولية كلها صارت بكان واحد بس قاعدة تحت الرئيس إدريس دبي إتنو الأوين ذاتها الآن الجمهورية قد تحتم فوق موضوع عن التعليم المرة لابد أن تتعلم لابد أن تتوظف يكون لها دور كبير في الاقتصاد وفي نهاية الحفل تم تنصيب أعضاء المكتب الوطني لحزب النصر بالدائرة السابعة والبالغ أددهم 16 أدوا برئاسة السيد محمد أحمد بغجة وستستمر فعاليات الحملة التوعوية لتشمل بأد الضوائر بالعاصمة وبأد المدن الكبرى بأقاليم البلاد مشاهدي الكرام وصلتنا لطو مجموعة من المراسيم الرئاسية ولن مرسوم الرئاسي رقم 773 المادة الأولى باقتراح من وزير الوظيفة العام والعمل والحوار الاجتماعي المادة الأولى تم تعيين الموظفين الأتي أسماهم في مناصب المسؤولية التالية بوزارة الوظيفة العام والعام والحوار الاجتماعي الإدارة العامة المدير العام توم شريف بيليو منصب جديد المدير العام النايب جيم جوديمباي باتين منصب جديد الإدارة الفرعية للموارد البشرية والتكوين المدير الفرعي أمر الضيف منصب جديد الإدارة الفرعية للمعلوماتية المدير الفرعي التي ريامنيا منصب جديد إدارة الوظيفة العامة المدير محمد وروه منصب جديد الإدارة الفرعية للتسيير الموظفين المدير الفرعي جات سول منصب جديد الإدارة الفرعية المكلفة بالمتقاعدين المدير الفرعي علي بشر لكمي منصب جديد الإدارة الفرعية للدراسات والتشريعات المدير الفرعي عثمان شيمي منصب جديد الإدارة الفرعية لمراقبة العدد والإحصائيات والأرشيف المدير الفرعي عمر محمد سعيد منصب جديد إدارة العمل المدير محمود موسى منصب جديد الإدارة الفرعية للعمل والحوار الاجتماعي المدير الفرعي شرف الدين عبد الكريم سبي منصب جديد الإدارة الفرعية للضمان الاجتماعي المدير الفرعي علي مادين مينة منصب جديد الإدارة الفرعية للتشغيل والتدريب الفن والإتقان المهن والإتقان المدير الفرعي نايكا سيا سياماه منصب جديد المادة الثانية على وزيراء الوظيفة العام والعمال ووزير المالية مكلفان بالتنفيذ هذا المرسوم الذي وقع عليه اليوم فقامت رئيس الجمهورية إدريزا بيتنون في 11 من أبريل 2018 مرسوم رئاسي رقم 774 المادة الأولى باقتراه من وزير الوظيفة العام والعمل الاجتماعي يصدر المرسومة الآتي تم تعيين الموظفين الآتي أسماءهم في مناصب المسئولية التالية بوزارة الوظيفة العام والعمل والحوار الاجتماعي إدارة مكتب الوزير مدير مكتب الوزير السيد أبو بكر الشيخ يحتفظ بمنصبه المستشار المكلف بالوظيفة العامة السيد داقال لوكسام خلفا للسيد عبدالله صالح لمين الذي استدعيه لشغل لوظيفة أخرى المستشار المكلفة بإدارة العمل السيدة ساندو جينجالين ريبيكا تحتفظ بمنصبها المستشار القانوني السيد موندونيان أرفست منصب جديد المفتشة العامة المفتش العام محمد وارتقو يحتفظ بمنصبه المفتشان الفنيان السيد مودبيت تشيما يحتفظ بمنصبه السيد أبدالله صالح لمين خلفا لسيدة كيمادوم سوزان التي استدعت لشغل وظيفة أخرى حررة في الجمينة في الحادي عشر من أبريل 2018 رئيس الجمهورية دريس دي بيتنو مرسوم رئاسي رقم 775 المادة الأولى بنعنا للدستور بنعنا للمرسوم رقم 514 بأصادر بالتاريخ 8 أغسس 2016 الذي ينص على تعيين رئيس الوزراء رئيس الحكومة المادة الأولى باختراه من وزير الزراعة والري والمعدات الزراعية يصدر المرسوم المادة الأولى تم تعيين الشخصيات الأتي أسماءهم في مناصب المسئولية التالية بوزارة الزراعة والري والمعدات الزراعية المفاتشية العامة المفاتش العام سيد جينا كوي فلوران المفاتش المكلف بالإدارة والمالية سيكتو ويدو المفاتش المكلف بالزراعة وارو ززيرتي أليفة الإدارة العامة المدير العام عبدالقادر التجاني كيبرو المدير العام النائب كاني يومبي إدارة الإحصاء الزراعي المدير محمد جيمي ديرنمي إدارة الهندسة الريفية والمياه الزراعية السيد المدير أحمد روزي إدارة البذور والشتلات المديرة السيدة حليمة محمد حسين إدارة حماية النباتات والتجهيس الإدارة المديرة عبدالله موسى إدارة الدراسات والتخطيط والمتابعة المديرة السيدة قتانجارتي المولودة ماجيبي قدت المدير النائب سودو أحمد محمد سودو إدارة الموارد البشرية والمعدات المدير علي يوسف محمدين المدير النائب أحمد دوغونة مدرسة الفنون الزراعية ببيلي المدير موسى أبداللهي المدير المكلف بالدراسات محمد سونجي حرر في الجمالة في الحادي عشر من أبريل الفين وثمانية عشر توقي رئيس الجمهورية إدريج زيبيتنو مرسوم رئاسي رقم سبعمية سبع وسبعين المدى الأولى تمت عين الموظفين الآدي أسمائهم في مناصب المسؤوليات التالية بوزارة الزراع والري والمعدات الزراعية إدارة مكتب الوزير مدير مكتب الوزير مياجدام جاي دانيالي المستشار الفني باتجيم نجلبي المستشار القانوني أدم حسين تيركوري المدى الثاني على وزير الزراع ووزير المالية مكلفان بالتنفيذ هذا المرسوم الذي وقع عليه اليوم رئيس الجمهورية إدريج زيبيتنو في 11 من أبريل 2018 مرسوم رئاسي رقم سبعمية ثمانية وسبعين المدى الأولى تم تعيين الضابطين الرفعين الآتيان أسمائهما في مناصب المسؤولية التالية بقيادة حرس حماية الغابات والغابات بوزارة البيئة والمياه والصيد القائد الأعقيد حامد حسين إتنو منصب جديد القائد النائب الأعقيد أبدالله أحمد هارون منصب جديد قرر في جمعنا في الحادي عشر من أبريل 2018 توقير رئيس الجمهورية إدريج زيبيتنو مرسوم رئاسي رقم سبعمية خمسة وستين تم بمجيب التعيين السيدة السيد زيان سينت ليون مديرا عاما نائبا للشركة الوطنية للأسمنت خلفا للسيدة باتالي جيو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى في الحادي عشر من أبريل 2018 توقير رئيس الجمهورية إدريج زيبيتنو بهذه المرسيم مشاهدي الكرامي انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة إلى القناة اشتركوا في القناة